تصريف الناقص اليائي في المضارع المنصوب أتذكر علامات إعراب المضارع المنصوب المعتل الآخر الفتحة الظاهرة أنا لن أمشي الفتحة المقدرة نحن لن نسعى حثف النون أنت لن ترمي البناء على السكون أنتنا لن ترضين أتعلم تصريف الناقص اليائي في المضارع المنصوب الأفعال رمى يرمي لقى يلقى نها ينهى الزمائر المتكلم أنا لن أرمي لن ألقى لن أنهى نحن لن نرمي لن نلقى لن ننهى المخاطب أنت لن ترمي لن تلقى لن تنهى أنت لن ترمي لن تلقي لن تنهي أنتما لن ترميا لن تلقيا لن تنهيا أنتم لن ترموا لن تلقوا لن تنهوا أنتنا لن ترمين، لن تلقين، لن تنهين الغائب هو لن يرمي، لن يلقى، لن ينهى هي لن ترمي، لن تلقى، لن تنهى هما لن يرمي، لن يلقيا، لن ينهيا هما لن ترمي، لن تلقيا، لن تنهيا هم لن يرموا، لن يلقوا، لن ينهوا هنّا لن يرمين، لن يلقين، لن ينهين القواعد ينصب الفعل الناقص اليأي في المضارع بالفتحة مع الظمائر أنا، نحن، أنت، هو، هي ينصب الفعل المضارع بحث النون مع الظمائر أنت، أنتما، أنتم، هما، هم لا يتغير إذا اتصلت به نون النسوة التمرين الأول أكمل الفراغ بما يناسب مسترشدا بالضمير المتصل عليّ أن يصلي الدجاج ويشوي اللحم ويقلي السمك ثم يغادر المطبخ عليكما عليهم الإجابة عليّ أن يصلي الدجاج ويشوي اللحم ويقلي السمك ثم يغادر المطبخ عليكما أن تصلي الدجاج وتشوي اللحم وتقلي السمك ثم تغادر المطبخ عليهم أن يصلي الدجاج ويشوي اللحم ويقل السمك ثم يغادر المطبخ التمرين الثاني أسند الجملة على الظمائر أنت ثم نحن كي أبني منزلا لائقا علي أن أسعى جدا في العمل علّني أوفر ثمنه أنت نحن الإجابة كي أبني منزلا لائقا علي أن أسعى جدا في العمل علّني أوفر ثمنه أنت كي تبني منزلا لائقا عليك أن تسعى جدا في العمل علّك توفر ثمنه نحن كي نبني منزلا لائقا علينا أن نسعى جادين في العمل علّنا نوفر ثمنه التمرين الثالث أعيد كتابة الجملة حسب الطلب يجب علي أن أكتفي بما تحصلت عليه وأحاول أن أخفيه في مكان أمين يجب عليكنا يجب عليهما التمرين الرابع أسند ما يلي إلى الضمائر المذكورة جارتنا لن تلقي الفضلات في الطريق منذ اليوم ولن تتسلى بتكسير أغصان الأشجار أنا نحن الإجابة جارتنا لن تلقي الفضلات في الطريق منذ اليوم ولن تتسلى بتكسير أغصان الأشجار أنا لن ألقي الفضلات في الطريق منذ اليوم ولن أتسلى بتكسير أغصان الأشجار نحن لن نلقي الفضلات في الطريق منذ اليوم ولن نتسلى بتكسير أغصان الأشجار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر